وللحديث عن الموضوع ينضم إليه الأستاذ محمد عبدالواحد الباحث في الشؤون الأفريقية من القاهرة أهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة بداية يعني بدأت رقعة الوباء بالاتساع في القارة السمراء كيف ترى أو كيف يبدو لك هذا التسارع الكبير في دول القارة الحياة مع بداية انتشار وباء أو فيروس كورونا أو كوفيد 2019 ووسائل الإعلام العالمية كلها روجت إلى خطور التداعيات هذا الفيروس وانتقاله إلى القارة الإفريقية لعدد من الأسباب يعني منها ضعف قطاعات الصحة في القارة الإفريقية وعدم قدرتها على احتواء مثل هذا الفيروس الفتاك الحاجة التانية كمان تنبأه بأن الفيروس هيجي من خلال الصين أو من خلال عدد العمالة الصينية الكثيرة المتواجدة بالقارة الإفريقية واستمرت حالات الطيران حتى بعد الإعلان عن وجود الفيروس ما بين الصين وإفريقيا من خلال شركات الطيران الإثيوبية التي كانت مستمرية حتى بعد انتشار الفيروس والقارة الإفريقية اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير من ضمن هذه الإجراءات هي غلق المحال وفرض حظر التجوال في بعض الشوارع ومن الدول كثير جدا غلق الحدود المباشرة مع دول الجوار ومن أكثر الدول القادرة طبقا لإستطلاعات الرأي وطبقا للمتخصصين في الشأن الإفريقي أكثر أربع دول قادرة على التعامل مع هذه الإصابة هي مصر والجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وباقي الدول الحقيقة إمكانتها تكاد تكون محدودة ومن جهة أخرى تم حوار أو تم إفريقيا المصادرة عذرا على المقاتعة ما هي إمكانية باقي الدول في تخطي هذه الأزمة في حال استمرت الأعداد بتصاعد الحقيقة يعني برضو أنا عايز أقول رأيي في هذا الموضوع هو الأزمة نفسها مرتبطة بشكل النظام العالمي يعني على سبيل المثال مثلا إذا تم احتواء الأزمة في الدول العظمة وما ذلك مستمرة في إفريقيا لا نتحدث عن إفريقيا يعني إفريقيا فيها العديد من الأمراض والأمراض الفتاكة أكثر فتكا من وباء كورونا ولم يتحدث عنها العالم فبالتالي المواطن الإفريقي يعيش في هذا الجو منذ مئات السنين سواء يعني العدد الوفيات الخاصة به بالإيبولا أو الإيدز أو اللي هو السيدة أو حتى يعني الأمراض المتوطنة زي المالاريا يفوق بكثير جدا عدد المصابين بهذا المرض ولكن هو أتخيل أنه الموضوع موظف يعني من خلال خبرتي ومن خلال تناول وسائل الإعلام الموضوع موظف سياسيا أكثر ما هو صحيا ولكن يعني ده مرتبط به حالة النظام الدولي وتبقى لتقييمنا كخبراء في إدارة الأزمات بنسمي هذه الأزمة هي أزمة دولية يعني بيفرز عنها ما بعد ذلك وتغير في شكل النظام العالمي الجديد وده نقدر أن نحن نلاحظ من علاقات الدول العظمى وحجم الاتهامات المتبادلة مثلا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وحجم المساعدات التي تقدمها الصين حاليا لدول الاتحاد الأوروبي سواء وخاصة إيطاليا اللي وفقت على خط طريق الحرير فقط حجم المساعدات التي توصلها روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وحضراتكم لسا أعلنت منذ قليل عن استعداد الصين لتقديم مساعدات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت بيقابل هذا باتهامات للصين بأنها هي المسؤولة عن نشر هذا الفيروس في العالم وعليها أنها تتحمل تبعيات هذه الإشكالية القرى الإفريقية العدد الإصابات هو عدد محدود للغاية يعني لا يتجاوز 2500 إصابة وعدد الوفيات قليل جدا في قرى عدد سكانها يبلغ 2 مليار و300 مليون فها نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة للقرى الإفريقية نعم شكرا القرى تتعامل معها شكرا جزيلا لك انتهى وقتنا الأستاذ محمد عبدالواحد الباحث في الشؤون الإفريقية كنت معنا من القاهرة شكرا